يتصفنا بالجمال والأناقة بعضهن خريجات جامعيات أو طالبات وأخريات ربما لم تسمح لهن الظروف بإكمال التعليم إنهن فتيات الإعلان في العراق اللواتي برزن بعد تسييد منصات الفيسبوك والأنستجرام سوق الميديا على حساب الوسائل التقليدية فتيات يقومن بالظهور في إعلانات لمختلف المنتجات والعلامات التجارية لنا هنا تقوم بتصوير إعلان تجاري مع زميلتها وصديقتها المقربة إسلام لنا وإسلام كانت عارضتي أزياء وشاركتا في عديد من العروض في مناطق مختلفة من البلاد وقامتا باختيار قطاع الإعلانات للعمل ولأسباب مختلفة الإعلانات طورتني أكثر إن صار مجالي مو بس عروض أزياء وجلسات تصوير صار احتكاكي بالناس أكثر الناس عرفتني أكثر الإعلانات ممكن تخلي صلط الضوء أكثر على الشخص وممكن تكون هي أسرع للشهرة هذا أحد يفكر بالشهرة فهي تكون راح أسرع إلى صناع الإعلان في العراق يقارنون بينه وبين دول أخرى تقدمت في هذا القطاع يؤكدون إن مهنة فتيات الإعلان تحتاج إلى الكثير من الدراسة الأكاديمية والتخصص بحسب نوع المنتجات لكنها في العراق تخضع لتقييمات أخرى نختار الموديلز على أساس الشهرة عدد المشاهدات التي نلاحظها بالفيسبوك وعلى أساس الإعجاب بها من قبل العالم الدخل الجيد والشهرة أهم مميزات هذه المهنة وضريبتها فترات العمل الطويلة المرهقة في لوكيشنات التصوير إضافة إلى تكاليف مراكز التجميل والعناية بالجمال التي تستنزف ميزانية الفتيات المحدودة ليظهرن بالشكل الذي يبقيهن مرغوبات من صناع المحتوى الإعلاني وكأي مهنة مرتبطة بالشهرة فإن كثرة المميزات لا تلغي المنغصات كالإشاعات والتنافس غير المقيد بقواعد إضافة إلى مضايقات أصحاب السلطة والمال حيدر البدري يو تي في بغداد